تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجاز أخبار الآن قتل شاب وجرح عدد آخر إثرى قصف من قبل أفراد داعش على مناطق في حي القصور في مدينة ديرزور وعلى صعيد متصل وثق مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عملية إعدام جماعية نفذها أفراد تنظيم داعش الإرهابي بحق امرأتين ورجل في مدينة الميادين السورية التابعة لمحافظة ديرزور قال قائد في الشرطة الاتحادية العراقية وشهود عيان إن مقاتلي داعش يزرعون ألغاما قرب أبواب المنازل في مدينة الموصل لمنع المدنيين من الرحيل بينما تدخل حملة القوات العراقية على المتشددين المرحلة الأخيرة بعد سبعة أشهر على بدء القتال ويستخدم المتشددون بشكل متزايد مئات الألاف من المدنيين الذين ما يزالون يقيمون في المنطقة الخاضعة لاحتلاله دروعا بشرية صدت قوات الشرعية في اليمن هجمات ومحاولات تسلل للانقلابيين في البقع بينما اختطف الانقلابيون 48 شخصا في محافظة شبوة وضبطت قوات مكافحة الإرهاب في عدن مسؤول الاختيالات في تنظيم القاعدة متخفيا في زي النسائي وتمكنت قوات الجيش الوطني في البقع شمالي محافظة صعدة معقل الحوثيين من التصدي لمحاولة تسلل الميليشيات الحوثي في منطقة صلاطح وجبال أم الغضب القريبة من سوق البقع ذكر متحدث باسم الرئاسة النيجيرية أن تلميذة نيجيرية أخرى ضمن مجموعة تعرف باسم فتيات شيبوك فرت من أسر جماعة بوكو حرام وهذه أحدث فتاة تفر من بين نحو 270 فتاة خطفت هنا بوكو حرام في شهر نيسان أبريل من عام 2014 من بلد تشيبوك في شمال شرق نيجيريا وأفرج المتشددون هذا الشهر عن 82 فتاة مقابل إطلاق صراح سجناء أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم 800 مليون يورو لمساعدة 79 دولة من دول أفريقيا والمحيط الهادئ والكاريبي في تنفيذ اتفاق عالمي لمكافحة تغيير المناخ ويأتي الدعم من الاتحاد بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إذا كان سينفذ تهديدا وجاه خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ قال باحثون أمريكيون إن احتمال عودة سرطان القولون إلى مرضى متعافي منه انخفض بدرجة كبيرة بين متعافين تناولوا 57 جراما على الأقل من المكسرات أسبوعيا الكمية التي تناولها المرضى تعادل نحو 48 حبة من اللوز و36 حبة من الكاجو وهذه أحدث نتيجة بحثية تشير إلى وجود فائدة صحية لتناول المكسرات نهاية الموجز في أمان الله